فمرة تاني في سفر الأعمال جات كلمة ظن في كلمات القديس بطرس في لقاعه مع سيمون الساحر قال له فقال له بطرس في أعمال 8 لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدرها سيمون ده بعد ما اتعمد هو الحقيقة دخل بإيمان غير نقل لأنه كان عاوز يوصل إلى مركز وكرامة فلما لقوا أن في حد فوق في لبوس كمان بطرس يحن دولي الأباء الرسل بيحطوا أديهم فيدوا عطية الروح القدس طب هو عاوز يبقى فوق فقال لهم تاخدوا كام وبقى زيكم فبطرس الرسول قال له إيه الظن السيدة إيه الاعتقاد الفاسد إيه الفكرة الغيبة دي هل تظن أن اقتناء موهبة الله بدراهم هي الفلوس ممكن تشتري عطية كهنوت إزاي فكرت كده قال له لتكون فضتك معك للهلاك يبقى عموما لغاية كده كلمة ظن جات في الكتاب بمعنى فكرة رديئة إما ظن في الفعلة المقارنة بتاعت هما ما يستهلوش أدي ظن رديئ أو ظن المقارنة بتاع أنا أكبر مين أحسن أو ظن أن الناس تعتقد قتل ناس خدمة ربنا أو أدي ظن واحد زي سيمون بأنه يقتني عطية الله بدراهم كل دي ظنون رديئة مرة تاني بقى نشوف كلمة ظن جات في الرسائل إزاي يقول أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله هنا في روميا 2 بولس الرسول كان بيحط الأمم واليهود أساط بعض وبيقول صحيح الأمم في الدين والشيطان ملخبطهم وأنكروا معرفة الله بحياتهم وأفعلهم تعالوا نبص على اليهود اليهود ليسوا أحسن حالا عارفين ربنا يعجبوا إيه ما بيعملهوش وعندهم الشريعة وملتزموش بيها فالحين بس اليهود طول الوقت يدينوا الأمم فهنا بيقوله إيه هو أنت فاكر إكمنك قاعد تقول الأمم يلوا سني ده شرير وبطل وهيروح جهنم وإنت بتعمل نفس العمائل اللي هو بيعملها أنت تنجو من دينونة الله يبقى هنا ظن سيء في أننا أحكم على غيري ومحكمش على نفسي دي كتير قوي كتير في مجتمعنا وأحيانا في كنايسنا أن الواحد يحكم عن ناس ويكون بيعمل نفس اللي بيحكم بيه ده أنت بتحكم عن ناس إنها مهتمية بالفلوس وانت بتزعل على الفلوس بتحكم عن ناس إنها بتتكلم في القداس وييجي اليوم اللي تتكلم فيه في القداس تحكم عن ناس إنها مش عارف بتعمل إيه وانت يا ما عملت ويمكن هتعمل هنا ده ظن سيء أفضل